السلام عليكم معكم سيهام من قناة مطبخ الجمال العربي تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وكتاب التعليق وشير لصحابكم وأصدقاركم سيستخدموا معنا ولايك إلي عجبكم الفيديو وزرونا مرة وما رح تنسونا بالمرضة من مطبخ الجمال العربي وصفتنا اليوم هي تبولة لبنانية تبولة لبنانية هي شلادة أو سلطة معروفة لكل الوطن العربي على أنها سلطة لبنانية ما تتخطى حتى شي صفرة أو حتى شي طاولة لبنانية بنينة بزيب وفيها فوائد صحية كبيرة خليونا نشوف شنو هي المقادير وكيفاش هل نصيبها بدأوا على بركة الله العنصر الأساسي فاتش لادة أو السلطة هو المعدنوس الطازج أو الأخضر البقدونس نجوج حبات ديال طماطم أو مطيشة الحامض أو الليمون حبة بصلة متوسطة برغل أرقيق أو ناعم بهار حلو أو بهار حلو الملحة أو ملح وزيت الزيتون ممكن نستبدله البهار الحلو إلا ما كانش عندناه في المغرب نديره البزار وإنما تنديره كمية أقل بعدما تنكون نغسلنا المعدنوس ديالنا أو البقدونس من كل الشوائب والأطريبة تنديره قبيطات وتنحيضه العرق الكبير تنديره قبيطات بشيء سهل علينا الخدمة وتنقطعه أو تنقرضه أرقيق يعني قدم مكان أرقيق المعدنوس أو البقدونس كان تقطع دياله أرقيق تيكون أحسن وأفضل وهو المعدنوس فوائد دياله كبيرة وكثيرة بصراحة المعدنوس هو كنز من الكنوز الصحية الحقيقية وفيه خواص علاجية كبيرة خصوصا لأمراض القلب والكلاوي الكليتين والجهاز الهضمي والكبد لأنه تجدد الأنسجة ديال الكبد وتيقل المستوى سكر الدم تيحسن رائحة النفس في الجسم يعني هو فعلا كنز كبير من الكنوز الغذائية وحتى أنه تحتوي المعدنوس أو البقدونس على مجموعة من الفيتامينات والذيوت الأساسية التي تستفد منها جسم الإنسان مثل فيتامين A، فيتامين B، C، K فيه ماجنيزيوم، بوتاسيوم، كالسيوم يعني فيه قيمة غذائية كبيرة حتى أنه فيه فيتامين C نسبة الفيتامين C فيه أكثر من البرتقال يعني أكثر من الليمون تنقطع كذلك الطماطم أو مطيشة تنقطوها تهي رقيقة يعني كل المكونات تنقطوها أو تنقرضوها قطع صغيرة يعني قدم مكانك القطع صغيرة ورقيقة تتكون أحسن ومثل ما قلنا أنه المادنوس فيه فوائد صحية كبيرة المكونات الثانية تهي فيها يعني قيمة غذائية كبيرة طماطم أو مطيشة البصلة تنقرضو البصلة تهيئ أو البصل تنقطوها تهوارقيق كل المكونات اللي عندنا في هاد الشلدة أو السلطة ذات قيمة غذائية كبيرة ومفيدة بزاف سواء المادنوس البقدونس أو المطيشة الطماطم أو البصل وزميلتي في القناة والأخت روض ما شاء الله عليها أعطت شنو هي الفوائد ديال البصل أو الحمضيات هادي نخلي لكم الرابط ديالها أسفل الفيديو في صندوق الوصف ما شاء الله عليها تدير وصفات جميلة بزاف تبارك الله عليها كما شتوا البصل تنقطوه كما قطلكم أرقيق وإنما تنضيروه في إيناء البوحدو في زلافة أو إيناء بوحدو علاش باش البصلة أو البصل ما يطلقش السائل ديالو أو المادية لها وما تتعطيش نكهة قوية ديال البصلة في التبولة تنضيرو عليه شوية ديال البهار حلو إلا ما عندكم شادي تنضيرو البزار وإنما بكمية أقل وتنحفركوه مزيان أو تنحفكوه مزيان باش تنكسروه شوية الحدية أو الجهد ديال البصلة تنخليو المكونات كلها على جنب وتنحطوه البرغل رقيق تنفزقوه شوية أو تنقعوه في ماء دافئ البرغل ناعم هو زرع أو القمح لي مكسر رقيق تنوليو نعصرو الحامض اللهم صلي على سيدنا محمد الحامض والملح طبعا حسب الرغبة كان الناس اللي تبغيوا الأكل حامض زيادة حامض كتر أنا تنبغيه وسط ما تنبغيش حموضة بزاف تنضير المواد كلها درتها في إناء أكبر باش نقدر نتحكم في الخلط وما نديرش روينا أو نبهد الدنيا كي تقولو إخواتنا اللبنانيين تنزيد البصل والبرغل اللي كنت مفزقا أو البرغل منقوع وتنضير الحامض كما قلت حسب الرغبة والملح كذلك حسب الرغبة هو النعناع أو النعنع أو لقامة يفضل من الأحسن تكون نعنع أخضر وإنما أنا ما عنديش فاستعملت نعنع يابس وتنزيد زيت الزيتون طبعا زيت الزيتون ما شاء الله يعني الأكل ما تحلاش إلا بزيت الزيتون وتنخلط المكونات ديالي مزيان باش يتجانسو ما شاء الله اللهم صلي على سيدنا محمد تبارك الله المادنوس من يتدخلطوا مع المكونات سيعطي واحد رائحة شهية ما شاء الله وجهزات الشلطة ديالنا أو الصلطة ديالنا بسحاول عفية تتقدم يا إما مع المشاوي مع الجاج مع السمك مع كل الوجبات أو الوجبات الرئيسية بنينة بزيب وبصحاء والعفية والهنا نكون ساليت فيديو ديال اليوم وإن شاء الله تكونوا استفسم المعلومات اللي قلناها والوصفة اللي قدمتها وهي التربولة اللبنانية كنت معكم أنا سيهان من مطبخ الجمال العربي ما تنسوش الاشتراك في القناة والتفعيل الجرس ما تنقلوش عالينا باللايك وديرو شير لأصدقاء من أصحابكم مثل ما تكون فيكم زورونا وراء وما تنسوناش بالمرة من مطبخ الجمال العربي ولا عندكم أي موضوع أو وصفة أو طبخة حدين تعرفوها اكتبوا لي بتعليقات ولا هنجاوبكم ونرزالكم وعلى كل أسئلتكم وتسنوني في فيديو جديد إن شاء الله ووصفة جديدة ومعلومات قيمة ومفيدة في رعاية الله والسلام عليكم